هذا وتحرص مملكة البحرين على المشاركة الإيجابية والفاعلة في مختلف الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى يتي ذلك الحرص انطلاقا من ثوابت البحرينية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وتعزيز التضامن الدولي في مواجهة مختلف التحديات تمضي مملكة البحرين في نهجها ثابت بقيادة جلالة الملك المعظم وبدبلوماسيتها الناشطة من خلال تحركاتها الفاعلة لتؤكد أهمية تعاون والشراكة الدولية على أسس من التأخي والتفاهم ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم تدخل في شؤونها الداخلية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية الصراعات وترسيخ التعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وتدعو المملكة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الجهود وإلى التضامن الدولي في مواجهة التحديات مؤكدة على حتمية الشراكة الدولية والتنسيق المشترك على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف والتعاون البناء بين الدول لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ومحاربة التطرف والإرهاب ومعالجة أي مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من شأنها تغذية الصراعات أو الخلافات أو الكراهية وتشدد المملكة من خلال وفودها المشاركة على أن السبيل لحل الأزمات الإقليمية والدولية القائمة مرهون بالتمسك بمبادئ الأمم المتحدة إضافة إلى تحصين واقع الحياة للبشرية جمعاء وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة كما تدعم المملكة مساعي الأمم المتحدة باعتبارها عنصرا رئيسا في دعم الحوار والتعايش السلمي بين الثقافات والحضارات وتحفيز التضامن الإنساني في معالجة مشكلات الفقر والجوع وتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة البلدان الأقل نموا والفئات الأكثر حرمانا وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات في المحافظة على البيئة وعلاج الأمراض والأوبئة هذا وتحرص وفود مملكة البحرين خلال مشاركاتها في مختلف الاجتماعات واللقاءات إلى أبراز منجزات المملكة في مختلف المجالات الديمقراطية والحقوقية والتعليمية والبيئية والصحية والتأكيد على نجاحاتها المتحقيقة في شتى مسارات الاقتصاد والاستثمار والتنمية قدرة المملكة على تخطي مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية تسهم في تعزيز المنجزات بقيادة جلالة الملك المعظم ومن خلال برامج وخطط طموحة تقودها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء توقفات جلالة المشاركة